السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير? معنا النهاردة تصميم بسيط جدا لكيك مقاس 18. ان شاء الله هنشوف تفاصيل تزيين الكيك ده. وحقول لك المجسمات دي. ثبتناها على الكيك ازاي? والفيديو اللي فات. كان فيه اشكال المجسمات دي وعملناها بكل بساطة وسهولة. تقدري تعملي كيك مقاس 18 بمجسمات بسيطة كدا وسهلة. وان شاء الله هتطلع معيك النجحة. تابع معي الفيديو عشان نشوف النتيجة عملناها ازاي? اول حاجة معنا هنا نص كيلو سبونش آآ جاهز سبونش بانيليا. حطيت عليهم ست بضاط بحرارة المطبخ. هحط عليهم نص كوباية من المية. عليهم كمان معلقة محسن جل معلقة كبيرة ومعلقة من الفانيليا. سواء بودر او آآ سيلة. المكونات دي هنحعمل منها كيكتين مقاس 18. طب انا هعمل كيكة واحدة. هنخبز ربع كيلو دي سبونش. جاهز عليهم معلقة صغيرة محسن جل ربع كوباية مية فانيليا وخل. وهنضربهم في العجان بنفس الخطوات. هنعمل مقاس 18 آآ في قالب آآ اللي هو بتاع الخبز بتاع الكيك. وعندي حلة كمان مقاس 18 موجودة عندي في المطبخ. هبتدي اخبز فيها كيك. انا عايز اعمل مقدارين آآ كيكتين مقاس 18. طب انا عايز اضرب في آآ حلة او آآ القالب مقاس عشرين. حطي النص كيلو في القالب المقاس عشرين. وممكن كمان في الاتنين وعشرين. او كمان في الاربعة وعشرين. حسب انت حابة ارتفاع الكيك يكون معاك قد ايه. طب انا عايز الكيك شوكولاتة. بعد ما نضرب الخليط بتاعنا هنبتدي نحط معلقتين من الككاو الخام على الخليط وهنكمل ضرب بس بعد ما ارتفع معنا ويدينا القوام المزبوط. انا بجهز القالب بتاعي عندي هنا ورق الزبدة. هبتدي اوصه على القالب بتاعنا. انا هدهن الجوانب زبدة او احط في الجوانب ورق زبدة. ده حرية شخصية. انا من زمان جدا ببتدي احط في الجوانب ورق زبدة ورجعت حطيت في الجوانب دهنتها بالزبدة. لكن في النتيجة هي واحدة سواء بالدهن او بورق الزبدة او بدون تماما. في الاخر انا تماما بطلت احط لورق زبدة ولا كمان ادهن القالب بتاعي. النتيجة بفصل الخليط بتاعي او الكيك بتاعي من الحلة بالسكينة. وبيطلع معي مزبوط. شوفوا معي القليط ما شاء الله هنا ممتاز جدا. بس انا بقلبه من تحت لان العجان عندي ما بوصلش للقعب. طب انا في المرحلة ايه اللي احط فيها الكاكاو? المرحلة اللي انا قلبت فيها دلوقتي العجين بتاع الكيك. هتبتدي تحطي معلقتين كاكاو انخليهم وبتدي اخلطيهم تاني عشان خاطر يندمجوا كويس جدا مع بعض. انا الكيك بتاعي جاهز او خليط الكيك بتاعي جاهز هبتدي قسمه عندي في القالب بتاعنا. وهي هقسمه بالتساوي. انا محتاجة القالب اللي هو الكبير ده يكون عدد طبقات الكيك بتاعته تكون مرتفعة. والقالب الصغير ده زي ما احنا شايفين هتكون تلات طبقات بس. بوزع الخليط والفرن بتاعي شغال على دركة حرار مية وتمانين قبل ما ابتدي شغل تماما عشان يسخن ويكون جاهز. هدخل الكيك بتاعي في الفرن على الراف الاوسط هيقعد معي ساعة. بعد ما طلع بسيبه يبرد تمانهم بغطيه وهسيبه ابتدي اشتغل فيه. انا هنا بعمل الكريمة نحطيت كوبيتين ونص منك المية البرد المتلجة عليهم معلقتين سكر معلقتين لبن بودر. وهبتدي ادوابهم عندي في العجان بتاعنا او المضرب الكهربائي. هيدوب معي السكر والخليط وهبتدي اضيف عندي الكريمة بتاعتنا. شايفين انا بافصل الكيك بتاعي من الحلة بالسكينة او بالسكرابر اللي انا بشتغل فيه تجليس الكيك. شوف الكيك مشاهله شفافة وجميلة جدا. بتديت اجيب المنشار او السكينة المشاشرة اللي انا بقطع فيها وبتدي اقطع طبقات الكيك. طبقات الكيك مشاهله جميلة جدا ومتمسكة وكمان الكيك ابيض وجميل وهش ولزيز جدا في منتهى الجمال. طلعت الكيكة اللي هو القلب اللي كنا قلنا كبير بتاع المرتفع. قطعت الاربع طبقاته. هبتدي ازاين معاكم الكيكة النهاردة اللي هنحط عليها المجسمات بكل بساطة. اشارنا الكيك من الجوانب او القوع. هو بصراحة ما كانش محتاج تماما. انا بعد ما ضربت المية مع السكر واللبن بودر حطيت عندي كوباية ونص من الكريمة. كوباية ونص كريمة عليهم كوبايتين ونص من المية المتالجة. معلقتين سكر معلقتين لبن بودر. مقدار الكريمة دي مزبوطة للكيك. لا هو انا هعمل بيها كيكتين. بس انا هنا اه دربت المقدار كله مع بعضه لان هعمل كيكتين مع بعض. سبت اول ديسك معي من الكيك على البورد بتاعي والبورد بتاعي مقاس اتنين وعشرين عشان يكون اوسع شوية ومريح في الشغل. وابتديت اشرب الكيك بتاعي بالسيرب الخفيف. حطيت عندي كريمة ووزعتها وحطيت الحشوة كريمت فراولة. اي حشوة انت محتاجها هضفيها. بعد كده هتكرر الخطوات دي واللي حتم اخلص مقدار الكيك بتاعنا. طيب سقنا الكيك بالسيرب الخفيف ممكن نسقيه باي حاجة تانية دي حرية شخصية. بس قلنا ان السيرب الخفيف بيدي عمر اطول للكيك. السيرب الخفيف دي عبارة عن ايه? كوباية سكر كوبايتين مية. يغلو غلوة واحدة لحد ما السكر يضوب بط في النار. بحط فانيليا وبسيبه يبرد تماما وبستعمله في تسقيط الكيك. تمام? وزعنا عندي هنا اه طبقات الكيك والكريمة والحشوة. وبعد كده اخر طبقة معي. ابتدي بقى اسبتها كويس واضغط عليها. واجلس الجوانب بتاعة الكريمة او الكيك بالكريمة اللي طالع معي. هبتدي اشتغل فيها على طول وهجلسها واسيبها عندي في التلاجة. انا ابتديت شغل في الكيكة دي. انا خبزت الكيك الصبح وابتديت اه اخر النهار لما بارد تماما. ابتديت اه حشيه واجلسه. وهحطه في التلاجة التاني يوم. ليه? علشان خاطر انا محتاجة احط اه مجسمات عجينة السكر على الكيك. ومش عايزة المجسمات عجينة السكر تدوب معي من الكيك. طيب من الكريمة. طيب ليه? هو انا ممكن اعمل خطوة غير كده. ممكن نحط عندنا عازل بين مجسمات عجينة السكر على المجسمات اللي انا عاملاها اه شوكولاتة. ونبتدي نسبتها على الكيك بتاعنا. انا جلست الكيك بتاعنا بالكريمة الطبقة النهائية. وابتديت احط عندي يعني درجات اه بالكريمة. يعني كان عندي شوية كريمة لونها او لو ما عندي كيش اه هاتي معلقتين من الكريمة اضيف عليهم نقطة صغيرة من البنك. علشان تغيري درجة اللون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا عبتديت احطها عشوائي كده عشان تديني تشبيحها للكيك بتاعنا. انا مش عايزة لون بنك سادة ولا ابيض سادة. بعد كده غسلت السكرابر وابتديت اجلسها بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان يتساوى معي الجوانب وكمان السطح. لان لا عندي اه شكل في الجوانب ولا اي حاجة فاي اي حاجة زايدة او نقصة في الكريمة حتزهر معي في الشكل النهائي. بعد ما بجلسها بمسح البورد بتاعي كويس جدا وبحطها في التلاجة تتماسك كويس جدا لتاني يوم. علشان ابتدي اثبت عليها المجسمات بتاعتي. لو انا هشتغل في نفس اليوم زي ما قلنا البديل ان احنا نحط عازل بين المجسمات. آآ علشان خطر ما تسحش معاينة من الكريمة. زايد ان انا عملت المجسمات دي قبل شغل قبل تجنيس الكيك او قبل الفنش النهائي بيومين. شايفين معي المجسم الجميل ده ده بدتها حط فيه خلت الشيش طوق وسبتها على الكيك بالشكل احنا شايفينه ده من فوق. انا زعلانة جدا ان الفيديو اللي فات المجسمات لما عملتها مكانش في عليها مشاهدات ولا تفاعل تماما فانا بحتاجة بصراحة منكم التفاعل علشان خطر الاستمرارية. لان انا بصراحة بحب جدا ان انا اقدم المعلومات دي اللي انا كنت في يوم الايام محتاجة ان انا اتعلمها. وزعت عندي رقم اتنين والدبدوب وتديتها حسبت عندي الورد من غير ما حط اي عازل بين الكيك الكريمة وعجينة السكر. العجينة السكر بتاعتي كانت نشفت مزبوط. وكمان الكريمة بتاعتي اتبردت كويس جدا في التلاجة. آآ لمدة كويسة. وهسبت عليها الاشكال زي ما احنا شايفين. وبكل بساطة ومش هتاخد معنا اي مجهود. حطيت شوية من سبرينكل حوالين المجسمات او حوالين الكيك. وكمان شوية من اللامع علشان يديها شكل حلو جدا. كيكة في منتهى البساطة والجمال تقدر يتعمليها بكل سهولة. مكوناتها كمان مش كتير. هسيب لك مكونات الكيك في صندوق الوصف لو حابة تعملي مقدار واحد. ولو حابة تعملي آآ مقاس اكبر هسيبه لك كمان في صندوق الوصف. وده كان الشكل النهائي للكيك بتاعنا. اتمنى ان شاء الله تقولي لي رايك في الكومنتات لو عجبك ولايك واشتراك وتفايل زر الجرس وتشير الفيديو مع اصدقائك لأطيب الوصفات مع نوفا. ان شاء الله هتلاقوا كل جديد. اصدقائكم في رايح تلين تظروني. باي باي. موسيقى 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 موسيقى